قلت دلوقتي يعني شرف كي جداً فكرة أنه زي ما قرار الحرب كان محتاجش شجاعة فقرار التنمية كمان هو قرار شجاع لأنه إحنا بنتكلم على تنمية حصلت خلال عشر سنوات اللي فاتت بالرغم من الحرب على الإرهاب يعني الحرب على الإرهاب كان من المفترض أو من المتوقع أنها تعطل شوية عملية التنمية لأ إحنا شفنا مع الحرب ضد الإرهاب استمرار للمشاريع القومية في مختلف المجالات في سينا دلالة دا يا فندم أنه فيه قرار وفيه تصميم أنه يجب أن يتم تنمية سيناء بالرغم من أي ما يحدث حتى لو كان فيه عملات إرهابية أو هنا دي شجاعة قرار من الرئيس عفاة حسي سيناء الحقيقة أنه الرئيس من اليوم الأول وهو عارف الأخطار اللي بتهدد سيناء ويمكن شفنا بعضها خلال الشهور الماضية ويمكن أشارت الدوان فكرة أن أنت يتجدد الانتصار في أن أنت تنتصر على المخططات على سيناء والانتصار هنا مبني على أن أنت قررت والرئيس يمكن حط خطة شاملة للتنمية في سيناء من 2014 وفضل مصر ويشتغل عليها وكل أجنسة الدولة تشتغل عليها في نفس الوقت اللي أنت فيه بتكفح الإرهاب يعني أنت حصرت الإرهاب في منطقة صغيرة لكن المنطقة الكبيرة اللي هي مساحة سيناء اللي هي تقريباً سودس مساحة مصر بدأت تشتغل عليها كلها بمحاور متوازلة التنمية يعني أنت للتنمية بتتبني على طريق الطريق ده لما يبقى أمتد بتيبتدي على أطرافه المجتمعات عمرها تظهر وبعدين مجتمعات صناعية وبعدين فرصة استثمارية وبعدين ارتباط سيناء بإقليم القناة والمرور في القناة وتطوير القناة بقى ارتباط شديد جداً فأنت بدأت تعمل أفكار للإستثمار وأفكار للتنمية بقيت أيصر من الأول بكتير ثم وجهت موارد الدولة أن هي تعمل هذه التنمية وتبتدي تظهر الجامعات والمدارس والمجتمعات العمرانية البدوية وهنا برضو إشارة مهمة جداً أنه الرئيس السيسي يمكن بنى علاقة قوية جداً مع قبال سيناء وعشان كده قبال سيناء الجندي المعلوم زي ما احنا قلنا عليه في أخبار اليوم النهاردة في الحرب وفي السلام وفي التنمية وأنه هم كانوا جزء من الحرب على الإرهاب وحاموا أرضهم وحاموا أرض مصر وكمان أنه هربعوا جزء مهم جداً من التنمية المجتمعات السيناء الموجودة العمران اللي بدأ يظهر أنه كان فيه تفاهم للمشكلة بتاعت الإرهاب أنه كان لازم فيه مناطق تبتدي تشتغل عليها وبعدين السكان يبتدوا يرجعوا تاني للمناطق دي عشان ما يتقزوش وعشان في نفس الوقت تعرف أنه أنه تعمل المكافحة اللي أنه محتاجها لأنه عملية المكافحة للإرهاب عملية صعبة جداً وأعتى جيوش العالم بتقدرش عليها لكن أنت لازم تعمل لتنين مع بعض أنت توفر حياة كريمة للناس اللي موجودة تقفل بباب التهميش اللي الإرهابيين بيخش منه وبعدين تبتدي تشتغل على أن أنت تكافح الجزور بتاعت الإرهاب دي سواء بباب بتمويله بسلاحه بعناصره وبعدين تبتدي النهاردة تعمل المجتمعات بقى الجديدة الحياة الجديدة اللي بدأت تظهر في سينة وبدأت تحمي سينة